يبدو أن التقشف لم يقتصر على المؤسسات والشركات الكبرى في البلاد، بل وصل إلى عاتبة أبواب المساجد، حيث باتت الوزارة زاحب معلمي القرآن الذين يقتطون على صدقات أولياء التلاميذ مقابل تلقين أبنائهم القرآن الكريم. الوزارة لم تكتفي بعدم منح مئات المعلمين أجورهم، بل قررت الاستثمار في تبرعات الأولياء المعلمين بتوجيه تعليمة إلى مدرائها عبر الولايات والقائمين على بيوت الله لجمع أموال أولياء التلاميذ وتمكين المعلمين فقط من مبلغ ثمانية ألف دينار. وإن كان بعض المدرسين موظفون معينون من قبل وزارة الشون الدينية، فإن الغالبية من المعلمين أجبرتهم ظروف البطالة على أن يكونوا لأكثر من عشرين سنة متطوعين حاصلين فقط على رخص إذارية. بعض المعلمين استغربوا الزيادات التي تعرفها أجور الأساتذة في قطاع التربية والتي وصلت نسبتها إلى أكثر من سبعين بالمئة في السنوات الأخيرة في حين ما زالت أوضاعهم تراوح مكانها بالرغم من الدور الذي يؤدونه في تلقين كلام الله. دور يؤكده الإقبال الكبير لأولياء التلميذ على المدارس القرآنية، وهو ما دفع بوزيرة التربية إلى التفكير في إدراجها ضمن هيكل قطاعها، وما تبعته هذه القضية من لغة وجدن كبير في البلاد. فهل تعيد الوزارة الاعتبار لهؤلاء المعلمين الذين يعانون في صمت؟